بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأمس أوفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ الاستحقاق الدستوري بإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم حيث تم إجراء عملية التصويت الخاص وصارت العملية الانتخابية بسلاسة ويسر لم يعكر صفها أي خرق أمني أو خلل فني حتى انتهاء الاقتراع في الوقت المحدد الساعة السادسة مساء إلا أن عدد من الأجهزة الانتخابية في بعض محطات الاقتراع قد تلكأت في إصدار تقاريرها مما تعذر معه إرسال النتائج إلى شعبة التبيب النتائج في المكتب الوطني ضمن المدة المنصوص عليها في قانون رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 وتطبيقا للفقر دال من المادة 10 أولا من القانون المذكور التي تنص في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبيب النتائج ولمدة 6 ساعات يتم نقل الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العدوى الفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة لذا فقد أصدر مجلس المفوضين القرار رقم واحد للمحظرة الاستثنائية 67 في 17-12-2023 الساعة واحدة فجرا الذي يقضي بنقل تلك المحطات إلى مراكز التدقيق المركزية بحسب المحافظات لغرص إصدار تقارير بالنتائج وفقا لبرنامج إصدار تقارير النتائج وإجراء عملية الفرز والعد اليدوي وفقا للإجراءات وتنظيم استمارات التسوية والمطابقة واستمارات النتائج 41-42 وإرسالها إلى شعبة إدارة تبيب النتائج في المكتب الوطني لغرص اعتمادها وتود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تبين بأن صناديق الاقتراع للمحطات المذكورة تم نقلها مغلقة وبأقفالها الآمنة ذاتها التي كانت قبل الاقتراع إلى مراكز التدقيق بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ومرافقة القوات الأمنية وأن هذه الأفقال ذات أرقام مسجلة في استمارات خاصة ومسجلة لدى وكلاء الكيانات السياسية كما نؤكد أن الصور أوراق الاقتراع والبيانات الانتخابية محفوظة في هذه الأجهزة وبعد التواصل الفنيين من موظفي المفوضية مع الشركة المصنعة للأجهزة الانتخابية شركة ميرو الكورية أكدت الشركة أن الخلل قد حصل في الاقتراع الخاص حصرا وأنه لن يتكرر في الاقتراع العام وتود المفوضية أن تؤكد لأبناء شعبنا والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولجميع شركاء العملية الانتخابية بأنها قد أكملت جميع استعداداتها واتخذت الإجراءات الفنية واللوجستية الكافية لإجراء التصويت العام بمهنية عالية ودون وجود أي معوقات إن شاء الله ومن الله التوفيق شكرا جزيلا